وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجه رئيس سيسي بمواصلة تنمية قطاع الاتصالات ومساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها كما وجه رئيس سيسي بدعم صناعة التعهيد عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بتعاون مع كبريات الشركات العالمية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة معدلات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية لدعم الأداء الحكومي كما تناول جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق تصنيع محلية للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصدرات الرقمية ترجمة نانسي قنقر